وجه الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد تهديداً إلى مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب وضعه في الموسم الحالي ووفقاً لبرنامج الشيرونجيتو يعيش مودريتش أصعب لحظاته منذ انتقاله إلى ريال مدريد حيث إنه لم يتحدث مع أنشيلوتي منذ أن استداله بين الشوطين في الدربي وحتى اجتماعهما سوياً في وقت لاحق وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تصرف مودريتش لم يعجب أنشيلوتي في غرفة الملابس ولهذا السبب لم يشارك اللاعب الكرواتي خلال المباراتين التاليتين لأساب الماسي وغيرونا وأوضح أن مودريتش عقد اجتماعين مع أنشيلوتي بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الإدارة وكانت المحادثة ودية لأن لوكا وكارلو شخصان مهذبان وقال مودريتش خلال الاجتماع إنه غير مرتاح لجلوسه على مقاعد البدلاء مذكراً أنشيلوتي بأنه وعده بالاعتماد عليه هذا الموسم وأنه سيكون مهماً مستنكراً أن هذا لم يحدث وتبادل الطرفان النقاش حتى قال مودريتش إن في حالة استمرار الوضع على هذا النحو حتى بيسمبر كانون الأول فإنه يفضل مغادرة الفريق وأوضح مودريتش أنه يريد أن يكون في أفضل مستوى خلال اليورو المقبل وإذا لم يلعب كأساسي فلن يكون في حالة جيدة خلال الصيف المقبل وكشف الشيرونجيتو أن مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد أيضاً بأنه يخطط للراحيل إذا استمر الوضع الحالي لكنه لم يتحدث مباشرة مع رئيس فلورنتينو بيريز حتى الآن ترجمة نانسي قنقر